أحسن يوجد بعض الأخوة وبعض المشايخ يعني سبحان الله في مدينتي وكذا يعني أخذوا بقول يعني عدم كفر تارك الصلاة ويعني وقالوا أنه ورجحوا هذا القول وقالوا أن القول الثاني معتبر يعني قول كفر تارك الصلاة كسلا هو قول معتبر هل يعني كيف يكون هذا الأمر هل لا إنكار في هذه المسألة ولا هذا خلاف معتبر ولا كيف يعني أنا صراحة يعني وأتى بأدلة منها أدلة الأحاديث المعروفة مثل بطاقة وغيرها من الأحاديث لا هل هو هذا القول أساسا من الذي ابتدع هذا القول المرجئ الذين قالوا الأعمال شرائع وليست إيمان وكان بعض السلف وبعض العلماء يسمون الذي لا يكفر تارك الصلاة مرجئ فهذا القول يعني ثم كل أدلتهم كل أدلتهم حديث البطاقة قل له هل الذي هل صاحب البطاقة هذا لا يجحد الصلاة جحد الصلاة معصية إذن يعني ليست كفرا وهو مرتكبها من بين هذه السجلات المئة مدركة سجل مرتكب هذه معصية جحد الصلاة البطاقة ليس فيها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة حق ما فيها هذا ما فيه في البطاقة يوجد صلاة إذن هو جاحد الصلاة وجاحد أن القرآن كلام الله وجاحد الحج ومكفر عيسى بن مريم ومكفر موسى بن عمران ويمكر أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنة هذه كلها غير مذكورة في البطاقة إذن لماذا هم يكفرون بها لماذا يكفرون الذي يكفر عيسى بن مريم البطاقة تبع هذا الإنسان ممكتوب فيها أنه عيسى بن مريم نبي هم يكفرون الذي يكذب إذا ما كفروا يعني يكونون جهمية تنساهم تحطهم على جنب تزدهم حيث وين حطيت الجهمية تحطهم وأشنع من الجهمية قولهم فالبطاقة بعد هذا اللي بدهم يدخلوا الناس الجنة على هذه البطاقة ما فيها للإيمان بالملائكة وليس فيها الإيمان بالكتب المرسلة وليس فيها الإيمان بالأنبياء غير محمد عليه الصلاة والسلام فإذا بدهم الإيمان هو فقط لمكتوب ببطاقة هذا الإنسان اللي ما يعرفه أساسا فهم أجهم من جهمد صفون فلا يحتج بهذا الحديث على إنسان علم الصلاة وأمر بها ثم بعد ذلك تركها ويعارضون بهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر فهذا قول فيه تخبط شديد ومن الذي سبقكم من أهل العلم أنتم ما استطعتم إلا أن تكذبوا على الشافع وتكذبوا على مالك أو على الأقل تنسبون لهما أقوال خاطئة ما قالوها مالك ما تفوه بهذا ولا قاله ولا نقلت عنه من طلابه من تلاميذه ولا شافع بل نقل الإجماع من آئمة من تلاميذ الشافع على كفر كفر تارك الصلاة طيب من سبقكم في هذا طيب شيخنا لو سمحت لو سمحت يقولون أنه الإجماع ليس متفق عليه لأن الإجماع نقله إسحاق بن راهوية رحمه الله نقله من ترك صلاة واحدة والإجماع غير متفق يعني متفق عليه غير متفق صلاة واحدة أم يعني صلاتين أم يعني هذا هذا الإشكال يعني سبحان الله تكلموا فيه وقالوا هذا ليس بإجماع ولو كان بإجماع لكان قال يعني كانوا اتفقوا يعني سبحان الله يعني تلميذ الشافع على ما أذكر سبحان الله قال لي الشيخ ابن المنذر نقل عن الشافع أنه لا يكفر تارك الصلاة ابن المنذر ما شاف الشافع ابن المنذر متوفى عام 2319 والشافع عام 200 واربعة توفي ابن المنذر ثلاثمية وتسعة طعش يعني بعد الشافع بمية وخمسطعش سنة يعني كم كان عمره مية واربا ما شاف الشافع أساسا تلاميذ الشافع ما نقلوا عنه هذا الكلام إذا كان واحد فهمان فهم معين هذا ذنبه الطحاوي هو تلميذ تلاميذ الشافعي نقل عن الشافع تكفير تارك صلاة واحدة بالنسبة لإسحاق بن راهو هو نقل عن علماء زماني فالشيوخ أحمد بن حنبل نقل عنه أنه يكفر تارك صلاة واحدة الشافعي أيضا هذا قوله والشيوخ إسحاق بن راهو هو نقل عن الذين يعرفهم حتى لو قلنا أن الذين لا يعرفهم والذين لم يسمع منهم إسحاق يخالفونه بماذا؟ ماذا قالوا؟ أن تارك الصلاة تركان كليا يكفر فأنت على الأقل تقول شيوخ إسحاق وأقرانه يقولون بهذا القول وما عندك شيء يرد على إسحاق ما عندك نقل صحيح كنقل إسحاق يرد عليه تروح تجيب لي واحد قال هكذا من عنده بدون إسناد صحيح قال والله الشافع لا يرى كفرة تارك الصلاة وتترك تلميذ الشافعي هذا قول باطل